فيه بعض الأهداف بيهدف إليها مشروع القانون زي تحرير العلاقة بين الأشخاص الاعتباريين وبين الملاك أو المؤجريين ورفع القيمة الإيجارية لخمس أمثال وتزداد بنسبة 15% سنوية وأنا شايف من وجهة نظري أن القانون ده حيفض الواقع المتشابك والمعقد بين المالك والمستأجر اللي من منتصف القرن الماضي إرساء لحكم المحكمة الدستورية الصدر في 2018 فتم تعامل مع هذا الشأن بتدخل تشريعي لإعطاء مهل الأشخاص الاعتبارية في الإخلاء لمدة خمس سنوات مع زيادة الكريمة الإيجارية خمس أضعاف خمس أمثال الكريمة بالإضافة لـ 15% سنوياً تبقى لنصوص المواد يتكون من أربع مواد اللي هو كان من أحد نصوصها هذا الشأن